التقى الفريق أسابة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كونستان تينيوس فلورس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية والوفدة المرافق له وذلك خلال زيارته لمصر وأتناول اللقاء العلاقات العسكرية المصرية اليونانية المشتركة كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لدعم علاقات التعاون في مجالة التدريب والتأهيل بما يمثل خطوة لدعم علاقات التعاون ونقل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن التعاون العسكري بين البلدين يهدف إلى تشجيع السلام والاستقرار في المنطقة مشيرا إلى أن مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط يتطلب التعاون المشترك والدائم من جانبها أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية أهمية استمرار التنسيق بين مصر واليونان في المجال العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات ترجمة نانسي قنقر